ما صحة الزواج عند المحكمة لظروف ما أنا أرملة هل ده زواج صحيح 100% وعن شرط هيبقى فيه الشهود والإشهار وكل شيء أنا أتصور أن الزواج اللي عند المحكمة ده وكأنه يقصد به الزواج المدني لكن لو كان المقصود بيه أن الزواج عن أخد به ورقة عن أسحب ورقة كده من الدفتر من دفتر المأزونية ونكتب ورقة فيها لكن ما تتوسقش عند المحكمة وما تتختمش فلا لكن لو قصدنا أننا نتجاوز جواز مدني يعني نتجاوز عند المحكمة ونقول الصيغة قبل كده ويكون فيه شهود ويكون كمان فيه إشهار فده زواج صحيح لأن في الحقيقة أن توسيق الزواج ده نحن عندنا مشكلة مع الزواج غير موثق لابد نحن نوضح المسألة الزواج غير موثق فيه مشكلة ضخمة لكن إحنا بنتكلم دلوقتي إذا كان الزواج ده سيكون موثقا في المحكمة يعني الجواز مدني لأي سبب من أسباب ثم بعد ذلك إيه لا يحصل هيكون فيه عقد والعقد ده فيه إشهار وفيه كمان شهود يعني توفرت فيه الأركان والشروط فالزواج صحيح بالعكس لو كان المقصود ده وقت إن إحنا نوثقه في المحكمة لكن مش هيكون فيه مأزون لكن إحنا نوثقه في المحكمة لشيء أنا مش عارفه دلوقتي إحنا في الأحوال اللي زي دي في الفتاة اللي في الزي دي بنعمل إيه؟ بنعمل حياة اسمها ستيفة بنسأل إيه الزرف اللي يعني خنينا وإيه معنى إنه هو الجواز في المحكمة وإزايك أنا بوضح لحضرك لو كان الجواز في المحكمة يعني هتبقى فيه وثيقة رسمية لإن إحنا عندنا مشكلة مع الزواج غير موثق الأمر التاني لو إن فيه ظروف ما يعني إن الزوج مثلا مش مصري إن الزوج فيه أي سبب من الأسباب هتخلي الزواج ماله هتخلي الزواج مش الزواج بالوثائق المصرية اللي موجودة عند المأزون لا الزواج عيكون في المحكمة بما يطلق عليه الزواج المدني فإذا كان هو كده مع وجود صيغة للعقد مع وجود شهود مع وجود إشهار فإذا أركان كلها موجودة في هذا الزواج فالزواج يبقى صحيح لو كان بقى المقصود إن الزواج في المحكمة إن واحد عيقول إن احنا عناعمل ورقة وبعدين ناخد عليها صحة توقيع في المحكمة فيبقى لا لا ده مش هو ده الزواج مش هو ده الزواج الموثق إحنا عندنا زي ما بقول الزواج الموثق هو زواج المعتبر اللي ممكن بالمرأة تستطيع أن تستوفي سائر حقوقها لأن أكثر المتضررين في الزواج غير موثق هو المرأة فلزلك إحنا لا نرى أن الزواج غير موثق دوت زواجا يمكن اعتباره ولكن زي ما قلنا ببساطة خالص عناعمل إيه بقى؟ عناعمل نيه؟ الزواج هو ما استوفى الأركان والشروط فإذا كان هذا الزواج استوفى الأركان والشروط وعن وثقه في المحكمة فهو زواج صحيح ما فيوش أي مشكلة شكرا